سلسلة دروس المحاضر كيفية استخدام H5B لإنشاء أنشطة تفاعلية ومتدرجة اضغط على إيقونة الإعدادات واختار منها Content Bank علشان تقوم برفع المحتوى H5B معد مسبقاً وبيمكنك إضافة محتوى جديد من صفحة المكرر اضغط على Turn Editing On بعدين اختار الأسبوع اللي هتضيف للنشاط أو المحتوى اضغط على الرابط اليمين Add Activity or Resource من قائمة الأنشطة اختار Interactive Content بيمكنك كتابة الوصف في خانة Description من Editor تقدر تنشئ محتوى جديد اضغط على Interactive Video بعدين اضغط على المربع Add Video لرفع الفيديو من جهازك أو وضع رابط فيديو وضغط على Insert من تبويب Add Interactions قم بكتابة عنوان الفيديو واختار نوع التفاعل على سبيل المثال اختار Multiple Choice Display Time قم بتحديد وقت ظهور السؤال التفاعلي Display As بتستطيع اختيار طريقة عرض السؤال Question قم بكتابة السؤال Options قم بكتابة اختيارات الإجابة وتحديد الإجابة الصحيحة Adaptivity بتستطيع تحديد نوع الإجراء بناء على إجابة الطالب بعدين اضغط على Done لإنهاء العمل على المحتوى التفاعلي Behavioral Settings بتستطيع تغيير سلوك الفيديو ونحذر وقت تفعيل خيار H5P حدد الدرجة من خانة Grade لو عايز بعدين اضغط على Save and Display في آخر الصفحة ترجمة نانسي قنقر